شباب، الأصدقاء، الأخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان نقول لكم صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، مساء النور يعني في أي مكان أنتم موجودين فيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أتمنى لكم حياة سعيدة، هانئة، رغضة بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ اليوم في الحلقة السبعة من حلقات فضفضة في العمل الإنساني والخيري والمشاكل بالتوجه واليوم هنتكلم عن خطوات في بناء المجتمعات وخطوات في هدم الأمصار قبل ما نبدأ الحلقة بنحاول نشكر الأستاذة آية أبو زينب على مجهودها في تحضير العرض الفني ونشكر كذلك المجموعة اللي هي حطت الفكرة الأولى لعرض هذه الشرائح اللي أنا حدثتهم هنا، اللي عايز تفرج على الشرائح في رابط أسفل ممكن تجدوه فيه على الفيسبوك ممكن تخش على الفيسبوك تحتكم، ستقفل رابط مع الفيسبوك اللي أنا حصلت لحادثة جميلة أمس ذهبت إلى لندن لأول مرة تقريباً أقل من سنتين عشان هروح المكتب بتاعنا، المكتب الممتدى لخي الإسلامي اللي ما زرتهمش من أكثر من سنة ونص أو سنتين إلى شهرين كده وحبين أشتري بعض السندويتشات من محل صغير فقلت لأحد الأصدقاء أو الشباب اللي كان معايا يشترني السندويتشين يعني وقدتوا 20 جنيه وكان در أهل لندن بالذات يعني على أساس أن السندويتش بيباع ما بين 4 إلى 5 جنيه كل سندويتش فالأستاذ اللي راح يشتري السندويتشات رجعني من 20 جنيه جنيه واحد جنيه واحد فقط وكان السندويتشات يعني حتت كروسان زي كده وحتت السندويتش قد كده يعني شايفين كافي كده السندويتش قد كده وكروسان قد كده وكروسان كان فيه حبة جبنة صيحين يعني والسندويتش الثاني كان قد كده كان فيه تونة وطماطم فسألت وافتكرت ان انا غلطت في المبلغ لان سندويتشات لندن غالية طبعا طبعا عندما كانتش محل كبير ده كان محل يعني على نصية كده ويعني محل صغيرة جدا ولا ليه مركة ولا اي حاجة فقالي لا هو كده تسعتاشر جنيه تمن اللي هم السندويتشين لما نيجح لنفسر الظاهرة ده قد يكون اصحاب المحل معذورين لانهم بقالهم سنة او سنة ونص مش حالفين يبيعوا فرفعوا الاسعار 200 في المية او 300 في المية من 8 جنيه ل 19 جنيه او من 7 جنيه ل 19 جنيه وقد يكون امر ثاني نوع احتكار لان كل المحلات اللي موجودة خاصة المحلات الكبيرة ده السابوي والحاجات دي كلها مقفولة ومفيش مرة ومفيش 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 الى اخير المهم كاننا السندويتشين بحمد الله ودفعنا تقريبا 20 جنيه انا مش عاشك بس تقلبوا الاتقام ده من العملات المحلية بتاعكم عشان ما تخضوش لان احنا كنا بس ناخد السندويتش بمحل صغير جدا جدا لكن عندهم حق انهم يرفعوا السعر ده لانهم خسروا اموال كتيرة في العام الماضي وانعاذ بالله خش المحاضرة الكلام اللي انا حقول النهاردة ده انا قلته من حوالي 8 سنين وعملته كده بوست في الفيسبوك 16 يونيو 2013 تحت انوان خمسة بستة بتلاتين يونيو وقلت فيه خطوات بناء المجتمعات وقلت فيه خطوات هدم الامصار بطريقة ايه بلدي كده من غير ترتيب من غير ترتيب فعديت خطوات بناء المجتمعات خطوات بسيطة جدا 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 وبعدها هنرجعها مرة تانية التعارف والتواصل والاستماع والفهم والتفاهم والتنازل والتوافق والتكامل والتحالف والتشارك والتوحد المبني على الإيمان والاحترام والثقة والتواضع والعطاء المتجرد دول اللي كتبتهم من حوالي ثمان سنوات أما خطوات هدم الامصار فبرضا كتبتها منها الاستهجان والاستهزاء والاستبعاد والاستقطاب والاستئصال والاستغلال والاستنزاف اللي بيقدوا الى المجادلات والخصومات والمصادمات والنزاعات والصراعات والمكاسب والخسارات والمبنية على الكبر والأنانية والاحتقار والشك والإيمان ده الكلام اللي كتبته حوالي من ثمان سنوات فكانت مجرد خاطرة أنا حطتها رجعت رجعت الخاطرة دي مرة تانية ها وكتبتها مرة تانية بتليها أخرى اللي هي ألف خطوات بناء المجتمعات هي عمل مؤسسي مبني على ركنين الأول أخلاق الفرد مننا الأول أخلاق الفرد مننا وست خطوات الإيمان وعندما نتحدث فيه الإيمان بالخالق الإيمان بالوطن الإيمان بالقيم الإيمان بالأخلاق الإيمان بالتاريخ الإيمان بالعادات إذا قد الإيمان متشعب ومتجزد لازم يكون فيك أو فيك قبل أن تبدأ في بناء المجتمع نمرة واحد نمرة اتنين شخصيات يكون فيها التواضع ما ينفعش تكون أنت متكبر على الناس وعايز تبني مجتمع أبدا ده الرؤى ده إيه؟ ده الخاصية التانية في شخصية الإنسان اللي عايز يبني مجتمعات النقطة التالتة أنها في تجرد أنت مش بتعملها لنفسك أنت بتعملها للمجتمع بتعملها لله بتعملها للخالق بتاعك بتعملها بتاعك بناء المجتمع هو شيء فيه تجرد ليس فيه مكسب شخصي بل فيه عناء وشقاء وصبر وابتلاء النقطة الرابعة في الأخلاق الفردية اللي هي العطاء والإثار لابد أنت وانت بتبني المجتمع تبقى قادر على العطاء عطاء الوقت عطاء المال عطاء الجهد عطاء الفكر وفي نفس الوقت تؤثر الآخرين سواء الآخرين دول من أبناء دينك أو ثقافتك أو من غير أبناء دينك أو ثقافتك يكون في أخلاق الفرد مننا اللي احتراموا التقدير نحترم الجميع بغض النظر عن منهم لأننا نبني مجتمع ما نبنيش مجموعة صغيرة لا نبني مجتمع كبير المجتمع دي فيه ثقافات مختلفة وعدات مختلفة وتقاليد مختلفة وأعراف مختلفة وديناءات مختلفة وعقائد مختلفة إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره فلابد يكون فيه عنصر الاحترام موجود والتقدير ونقدر من أنجزه إذا كان المنجز مش من أهلك أو عشرتك أو قبيلتك أو حزبك السياسي أو دينك أو فقرك لابد نقدره والأخير يكون عندك الثقة والثقة برضاك منتشعبة تذخ في نفسك كباني مجتمعي تذخ في ربك تذخ في مجتمعك تذخ في زملائك اللي بيبنوا عاكر مجتمع وعنصر الثقة ده موجود يبقى فيه أخلاق الفرد هنا بتبنى على ست خصائص الإيمان والتواضع والتجرد والعطاء والاحترام والثقة ده اللي هم ست ست خصائص لخلق الفرد الذي يريد أن نبني المجتمع طيب لأخلاق الفرد الجزء الثاني تبني المؤسس عشان نبني مؤسس ما فيش مجتمع حيبني مغير مؤسسات لازم نعرف دي الوقت أنا في قرن الـ 21 ونعرفها نحن مش في وقت عنتر ابن شداد ولا في وقت شمشون ودليلة ولا في وقت هرق ولا في وقت الفرعون الكبير لا نحن في وقت كذلك ومعنى هذا أنه لن يبنى المجتمعات والأوطان والدول إلا مؤسسات لن يبني أو تبني المجتمعات والأوطان والدول إلا المؤسسات فعدوا على بناء المؤسسات دي بالنواجز وسيكون هذا البناء إنه بناء المؤسسات مبني على هذه الثوابت مبني على هذه الثوابت من القاعدة للقمة ومن القمة القاد أما القاعدة بتاعتها فنرجع مرة تانية الإيمان دي ما قلناه قبل كده في الأخلاق الفرق الإيمان إيمان المؤسسة ببناء المجتمع إيمان المؤسسة ببناء المجتمع نمرة اتنين التواصل التواصل مهم جدا وده أخطر نقطة بعد الإيمان اللي بتمنعها الأنظمة الشمولية القمعية تمنع التواصل تمنع الفيسبوك تمنع التويتر تمنع التوك توك تمنع اللي هو التليفونات تمنع الإنترنت التواصل أخطر شيء في بداء في بدء مسينة البناء المجتمعي بعد التعارف يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرى وأنثى وجعلناكم شعوباً وقوائل اللي إيه نتعارفه تعارفه 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 إن أكرمكم عندنا التعارف أنا ما هتواصل معاك هتعرف عليك عرف أنت مين أو عرف أنت مين أو تعرف هي مين إلى آخر يبقى الإيمان والتواصل والتعارف ده بلان مؤسسي فالمؤسسة تبتل تتواصل مع المؤسسات الأخرى تتعارف عليها وبعدين تستمع للأطرحتها تستمع للأطرحتها علشان تفهم هذه المؤسسة عادة تأمل إيه وبنفس الوقت هي تسمع المؤسسات الأخرى لأطرحتها يبقى الإيمان تواصل للتعارف والاستماع وبعدين بعد ما نستمع للأطرحت وبعدين وبعد نبتل نفهم عملية الفهم بتجي في النقطة الخمسة النقطة الخمسة علشان بناء المجتمع من خلال المؤسسة نفهم المؤسسة الأخرى ماذا تريد وإن فهمنا سنتفهم معها وإن فهمتنا ستتفهم معنا يبقى بنتواصل نتعارف نستمع أو نجي لو أنت عايزة الإستماع يكون بعد التواصل أو قبل التواصل أو بعد التعارف أو قبل التعارف ما فيش مشكلة مجرد مفهمنا وتفهمنا نعمل إيه بعد كده هو نبتل نتوافق نتوافق طب يلا نعمل حاجة مع بعض طب يلا نعمل مشروع مع بعض طب يلا نكتب نظرية مع بعض طب يلا نعمل أي شيء مع بعض يبقى إيه الإيمان التواصل التعارف الاستماع الفهم التفاهم التوافق ومجرد نحن توفقنا مع بعض هنبتدي كل واحد فينا يفهم شخصية الآخر كل مؤسسة تفهم الشخصية المؤسسية الأخرى نبتدي نعمل مجموعة من التنازلات مجموعة أنا مثلا محب أشتغل في المياه أو مؤسسة أخرى تحب تشتغل في رعاية الأطفال أو رعاية النساء أو رعاية الكهول أو رعاية المرضى أو المشردين في الشارع أو أطفال الشوارع أو الأرامل أو الزراعة أو الأشياء الحرفية أو المنظومات السياسية الفكر السياسي أو الثقافي أو الفني أو الأدبي إلى آخر مجرد ما فهمنا بعض وتفهمنا هنبتدي نعرف بقى كل واحد فينا هتوافق مع الآخر وهتنازل عن جزء من شخصيته الاعتبارية علشان ننتقل في المسيرة في البناء المجتمعي ننتقل في المسيرة البناء المجتمعي هنتنازل لأنه تكامل التنازل هنا للتكامل التنازل هنا للتكامل لأنه حبينا نعمل مشروع مع بعض أو برنامج مع بعض في إحدى القرى لابد كل واحد فينا يعمل شيء يكمل الجمعية التانية كمؤسسة نبقاش احنا كلنا شغالين في شيء واحد في مكان واحد والأماكن الأخرى ما فايش حاجة نتكامل مع بعضنا البعض وبعد ما نتكامل نبني الشراكات نتشارك مع بعض في برنامج في مشروع إلى آخرين وإن ما أنينا لبعضنا البعض فنبني نعمل التحالف والتحالف بيكون طويل المدى أما التشارك بيكون في مشروع أو مشروعين أو برنامج أو برنامجين ومن بعد ذلك حنقيم الوحدة لا ليست الانصار الوحدة القائمة على الإيمان الذي يستطيع الذي نستطيع من خلاله أن نبني المجتمع يعني نتكلم أهم شيء في هذا الموضوع نرجع مرة أخرى في الاثناشر نقطة دول المؤسسية الإيمان التواصل التعارف الاستماع الفهم التفاهم التوافق التنازل تنازل تنازل ليس كل شيء أنت لابد تتنازل عن جزء من مكتسباتك من أجل الآخرين بين بناء التكامل بينك ومن آخرين والتشارك والتحالف إلى أن نبني المجتمع من خلال الوحدة المجتمعية المبنية على الإيمان بالبناء المجتمعية ده بالنسبة لأخلاقيات الفرد اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده لما الستة ستة دول في الفرد واللي هو العمل المؤسسي اللي هو لابد أن يمشي في هذا الطريق أمامنا تتأثر المسيرة دي بقى المؤسسية البناء المجتمعات بمدى إيمانك أنت وأنا وهي وهي كلنا بإيه مدى إيمان وفعالية الأفراد المشاركين في البناء وده بيقودنا لإيه لأركان الشخصية المجتمعية أركان تكوين الفردية للشخصيات كل فرد لابد أن يكون فيه ستة أركان أو أكتر يبقى إحنا قلنا ستة أخلاقيات اتناشر خاصية مؤسسية عشان التواصل مع المجتمعات مع المؤسسات الأخرى ونجيب الآخر في داخل شخصيات هنا في أركان ستة أخرى لابد أن أنا أغذيها أغذيها أول حاجة فيهم إلى التعليم 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 والوعي والإدراك والثلاثة يكونوا مع بعض تعليم ووعي وإدراك تعليم بدون وعي وإدراك لا يقيمة له مهما خدت دكتوراه مهما خدت دكتوراه مهما عملت دراسات زي ما أنتم عايزين مهما تلقيت الأمر بدون وعي وإدراك لن يفيدني هذا التعليم أول نقطة في بناء الشخصية أو أركان الشخصية المجتمعية القادرة على البناء هو التعليم المرتبط بالوعي والإدراك يعني يكون برامج التعليمية التي نعتبر للأولاد والأطفال تؤدي إلى إدراكهم وزيادة إدراك الوعي عندهم أين أنا شاءت في الأسرة الاهتمام بالأسرة وأنا دائما أرجع أولها مئة مرة ودو عم فيها كثير جدا من الناس ملوا هذا الكلام ليه لأنني لك كلم العديم ده أتم ما مدغة مخلقة وغد مخلقة وطفل يحبو لا سنة يتكلم أو يأكل أو أم مين حمن حرعاك في المجتمع إلا اللي حبوك وإلا اللي حملتك تسعة أشهر وإلا اللي برعاك بيجهد وماده والأب والأم يعني القصة التي نشأل فيها فيها الرقم الثاني في بناء أركان الشخصية نمثلتها ما هي مشاركتك المجتمعية في المؤسسات الموجودة تعمل إيه أنت في المؤسسة عشان تستطيع من خلال خبرتك دي تكون جزء من الأفراد اللي حين من المجتمعات خبط المشاركات المؤسسة المجتمعية لهؤلاء الأفراد ليس كل من يتحدث يستطيع أن يبني أبدا 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 لابد يكون عندك خبرة في المشاركات المجتمعية نمثلت ما هي تاريخك أو هي تاريخك عندك إيه عملتها قبل كده تاريخك سبتك الذاتية أخلاقياتك علينا عضايا أخلاقية إلى آخر الشفافية عندك سرقنا فلوس عملنا كذا عملنا كذا عملنا ارتكبنا أشياء سيئة جدا والله وعالم كل هذه الأشياء هيتعتبر أركان داخل شخصية الإنسان اللي حيستطيع أن يكون جزء من بناء المجتمعات العلاقات بتاعتك بيد الأديان الأخرى والثقافات الأخرى متبقوش أنتو جزء من المجتمع وتسب الأديان الأخرى وتسب الثقافات الأخرى وتبتلي تستهزق بيهم أبدا أبدا لما كنا نتكلم من كانها مسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سباب ولا لعان ولا شبيش من ناس من عكس لما جاء عبد الله بن أبي بن أبي سلول تطاول عليه مرة من المرات أبدا هل المجتمع بيقبلك أنت كشخص عشان يسمع لك تبنيه لابد من نسأل نفسنا هذه الأسئلة دي جدء من أركان الشخصية اللي حدد للمجتمع يبقى احنا عندنا 18 نقطة 18 نقطة بإليه إيه في في خطوات 18 خطوة منها 6 في الأخلاق الفرد 12 في البناء المؤسسي يبقى 18 زائد عندنا 6 في التكوين الشخصية المجتمعية في تكوين أركان الشخصية المجتمعية اللي هي التعليم والوعي والإدراك الأسرة اللي أنت بتنشئ فيها خبتك والمشاكلات المؤسسية المجتمعية لهذه الأقلات التاريخ والسرعة الزائدية والأخلاق والشفافية العلاقات بالمجتمعات الأخرى ومدى قبول المجتمعات المجتمع 24 نقطة تشابكين مع بعضهم البعض منها فردي نفسي داخلي ومنها مؤسسي ومنها تكوين عضوي لك من خلال الخبرات اللي أنت بتاخديها ونت تدخلها في المجتمع ده بالنسبة لكيف نكون من أصحاب بناة هذه المجتمعات المجموعة الثانية هي خطوات هدم الأمثار كيف نبني نهدم بقى يعني دول بيبنوا طب خلاص أبنوا في ناس بتهدم يعني وانت بتبني في ناس بيهدموا وانت بتبني في ناس بيهدموا الهدم مبني بالدرجة الأولى على تصرفات الأفراد تصرفات الأفراد واللي هما هيصبحوا فيما بعد قادرين على هدم المؤسسات اللي أنت بتبنيها ثم هدم المنظومات ثم هدم الأساليب ثم هدم الوسائل ثم ضمس التاريخ ثم تغيير التاريخ ثم تشريط المجتمعات وتشريط المجتمعات إلى آخر مبني بالدرجة على تصرفات الأفراد ومن ثم هدم الأمصار وتمس معالم التاريخ وتغيير مسارات والتمركز أخلاقيات هذه المجموعة من الناس في أربعة مسارات قائمة على النفسنا وسوق الخلق يبقى أربعة مسارات قائمة على النفسنا وسوق الخلق أول مسار نفسي المسار نفسي الأول اللي هو بيكون من الكبر والأنانية والاحتقار والشك ونقص أو عدم الإمام خمس نقاط في المسار النفسي الأول الكبر والأنانية والاحتقار والشك ونقص أو عدم الإمام ده الخمسة الأولين من اللي هو في المصار النفسي الأول داخل الشخصية المجتمعية الهدامة المصار النفسي الثاني فيه أربعة مساود استهجان نستهجم لأخرين بقى خلاص ايه ده ايه الكلام ده لا قيمة لهم نستهزق بهم ونستهجم كلهم وبعدين نبدأ نعمل استخطاب تعال انتم معايا يبقى فيه فرق فرق معايا 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 ونمتد استبعد الناس اللي مش موافقوا عراءنا يبقى أصبح فيه فجوات في المجتمع وأصبح فيه تكتلات في المجتمع وأصبح فيه استخطابات في المجتمع وأصبح فيه اللي هنسميه كره مجتمعي ما بين الأفراد المجتمع مبني على المصار النفسي الأول المصار النفسي الثالث المصار الثاني بيؤدي إلى الجدال والخصومة والصدام والنزاع والصراع خلاص استخطبت انت واستبعدت فبدأت جادل اخرين بقوة انا عندي فريق وده عنده فريق انا تتفرق مرة كنا كنا نتفرج على ماتش كرة زمان يمكن في اول السبعينات بين الاهل والزمالك وبعدين الاهل دخل فيه جون والاهل دخل جون وتلع افصايد حاجة ذا كده يعني والماتش باز يعني الجمهور الاهل بوزه فخلاص خرجنا نلمتش وتقسم الجمهور كأننا بحرب ما بين الاهلوية وكده وكده وزمالكوية كل واحد ما سيكتوب واضرب بالتالي شفت الغماء وصل لإيه 22 لعيب بيدربوا كرة تحول هذا الامر الى معركة ما بين الجمهور يبدأ من الاستقطاب والاستبعاد وبعدين نصراعات ونزاعات الاخر لبعا المصارى النفس الثالث هذا هو من المجادلات والخصومات والمصادرات دو بحاصل حاصل معانا كل يوم حاصل معانا كل يوم لأن احنا بدأنا الخطوة الغلط اللي هي ايه الانانية والاحتقار والشك من المبني على عدم نحن نقص الإيمان باقي بالمجتمع قد تكون انت مهم بالله وبالإله بتاعك زي الفل لكن انت مش مهم بالمجتمع انت مهم بالنفسك بس لا ترف المرآة الا نفسك بس لا ترف المرآة الا نفسك بس لا ترفينا المجتمع معك وتبنى بعد كده عليها كل هذه المصارات النفسية التانية والتالتة ثم الربع بتحول هذا لاستهجان واستهزاء واستقطاب واستبعاد الآخرين بقى وبقى نتحول بقى اللي هو ايه درجة التالتة الى خصومات والمصادمات والنزاعات وبقى الصراعات الربعة بقى استقصال خط الحكم خط السلطة استقصر كل النازل كلها اخلص منهم بأي طريقة اخلص منهم بأي طريقة يبقى اصبح هما الاعداء الاوائل اللي انت عايز تخلص منهم ولا ترى اعداء في المجتمع غيرهم لانهم اصحاب اراء مختلفة الاستقصال والاستغلال وتستغل لاموالهم تستغل لهم هما تستنزفهم وتحجروا على اموالهم وتسموا ايه اللي هم الحجر على الاموال وكل حاجات دي كلها تفين بقى بتحصل ازاي بتحصل من الاول نقطة يبقى فيه اربعة مصارات نفسية بتؤدي الهادم المجتمعي من سخفة فرضية دي بتؤدي بالتالي لكل هدم المؤسسات وهدم الإنجازات وهدم التاريخ وده غير التاريخ الى اخر يبقى احنا اتكلمنا عن حوالي 18 نقطة في اربعة مصارات نفسية داخل الشخص اللي هيدي المجتمع داخل الشخص اللي هيدي المجتمع ان الهادم المبني على المصلحة الشخصية او الحزبية او العرقية الهاد مبني على مصالح مصلحة فرضية يعني انا هستأصل دول وحبعدهم عشاني انا عشان قبلتي عشان حزبي عشان جماعتي لا ان الهادم مبني على المصلحة الشخصية والحزبية والعرقية وليس على الايمان المجتمع اللي بيأمنه المجتمع لا يهدمه ابدا 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 وتأثر مسيرة الهادم باركان التكوين النفسي مرة اخرى زي ما كان فيه تكوين نفسي للبناء لانهم عنه من الست نقاط فيه ايضا تكوين نفسي لنهدمين ولها ثوابت منهم تمن نقاط او تمن ثوابت للتكوين نفسي لمن سيهدمون المجتمع اهي اول حاجة الاسرة للانسان دا وللشخص دا او للبنت دي او للرجل دا عاش فيها هل فيه تربط اسري هل فيه رعاية اسرية هل فيه حناية من الام والاب ولا لا دي نمر واحد لما نرجع تاني لقول ان الاسرة مهمة جدا سواء كان في البناء او في الهادمة والعياذ وبالله لما تاني لما تاني قلنا الوعي الوعي والادراك مرة تانية الوعي والادراك مرة تانية وتالتة وربعة واللي احنا منشوفه دلوقتي في التلفزيونات في المحطات الرسمية بتاعة الحكومات من مشايخ يعني سقط عنهم كله اولاق التوت وشفناهم فتاوي ما انزل الله ويامن السلطان واراء ما انزل الله ويامن السلطان وفرقعات اعلامية سخيفة وغريبة لالهاء الشباب والهاء الناس لو انت ما عندكش دراجة وعي مرتفعة حتنخلط في هذه المصالات السيئة نشوف من الرموز المجتمعية القدوات لهؤلاء الناس هدامين هل هو واحد زي نيرون واحد زي هتلر واحد زي كلها فراعون واجمعته الاخير وحالهم فيه فراعون كتير موجدين وفيه هامان كتير موجدين وفيه نمرود كتير موجدين وبنقلههم وبنلبسهم مسوح المسيح عليه السلام بنلبسهم مسوح المسيح عليه السلام الرموز المجتمعية والقدورات الحصنة التي تخطيهم بها التعليم زي ما قلت قبل كده في الشريحة اللي قبل كده قلت ليس معناك أن أخذت درجة جامعية أنك تفقه ما يجري في المجتمع الدرجة العلمية ليست درجة وعي وإدراك إنما هي للشهادة وكثير جدا من هؤلاء المتعلمين المستعلمين أجهل من دابة بالواقع المجتمعي فلا يغرنك صاحب الدكتوراه وصاحب الماجستير وصاحب الأبحاث لأنه منكفئ على نقطة بسيطة جدا ولا يعرف ما يدور حوله أو ما يدور حوله التعليم قد لا يكون محوناً أساسياً إنه غابة الواعي للتعليم لا يصلح من غير واعي وينحصلوا على أكتر الدرجات العلمية هل الناس دي اللي احنا نعتقد هتهدي المجتمعات عندهم مشاركات مجتمعية ولا لا منتمين لكذا جامعية ولا لا دخلوا في تجار مجتمعية ولا لا عندهم إنجازات مجتمعية ولا لا نشوف هم دول لا عندهم شي يبقى إنهم دول لو تقلدوا المناصب هم دول 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 بيتكلموا كتير جداً أحلى ناس كلامهم عسل نظري ليس عملي نظري وليس عملي وممكن يكونوا يلقاء العامة لكن حينما تعطى لهم الأمور يفسد المجتمعات لأنهم غير عمليين وغير واقعيين وغير مخارطين بالآخرين كثت أطرحاتهم ونظراتهم الجدالية خاصة التي تكون غريبة على المجتمع سلام كلام تخين قوي زي مرة من المرات وقال لك الصبر الاستراتيجي سمعتنا كده من أحد الناس يعني إيه صبر الاستراتيجي تنفتن أو ينفتن أو يفتن السامع بهذه الأشياء زي الطوق الانتمائي أنا ببقى خليها في أفقعكم كذا نقطة الطوق الانتمائي الطوق يعني كلب يعني هتحط الطوق سرق ابت الانتمائي لإيه فده بينهي الناس كل يوم يليك بشيء جديد من هؤلاء الناس اللي نسمي نفسهم إيه فلاسفة أو مثقفين إلى آخرين آآ لهم العناقات متشعبة كثيرا كده مش معروفة مش عارفين هم لكن لهم كده هم إيه دايماً في المقدمة طب هم زي ما عام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رغوي بضغط الرجل التافي الذي يتكلم على الملأ أمام العامة بيلي بيطلعهم هنا وهناك وهناك ويعمل لهم نجوم ويعمل لهم نجوم وهكذا كل يوم بيتلونه بلهم مختلف لو كان شيخ بيغير فتويته كل 24 ساعة زي ما الانسان بيغير مابس الداخلية بتاعته وكذلك لو كان سياسي وكذلك كلها هي فتاوي جاهزة سواء كان في الاقتصاد أو في العلم أو في الأدب أو في الشعر إلى آخر فدي أركان الشخصية الهادمة للمجتمع تمانية اللي هو الترابط الأسري الوعي اللي ذلك المجتمعي الرموز اللي بيؤمنوا بيها التعليم اللي عنده هل فيه تعليم من غير وعي ولا لا المشاركة المجتمعية المؤسسية موجودة موجودة الجداليات اللي بيسروها العلاقات المشبوهة اللي مش معروفة اليوم وفي الآخر التلون كألوان الطيث يعني تلاقيه مثلا يقول الكلمة وعكسها تقول الكلمة وعكسها الرئيس يطلع يقول الكلمة ويمشي مع الطيار ده والهاجم دولة من الدول والهاجم شخصيات من الشخصيات وبعدها بيمين يحصل السرحة سياسي في المجرعين يمجدوا الدولة كلمة يهجموها فيجعل الحليم حيران ده اللي هو التكوين أو أركان المكونة الشخصية لعدمة للمجتمع ندخل الآن يا شباب في اللي هو الجزء الأخير اللي هو رسالتي لكم أتدلون يا شباب ما هو العامل المشترك الأعظم في كل اللي أنا قلت اللي أنا دخل أنا نص ساعة اللي فاتدي إنه الفرد 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 كل حاجة الفرد المواطن الأب الأم المدرس المدرسة العامل العاملة التاجر التاجرة الطالب الطالبة الجندي والجندية الفنان والفنانة الصحفي والصحفية الإعلامي والإعلامية رجالات الدين بعشر حركات والفكر والسياسة والأدب والثقافة الشباب والكفول النساء والرجال البسطاء والمتعلمين العلماء والأميين الوطنيين ومنحنوفين كل دول كل دول عينهم مسئولية لان هم دول مجتمع وغيرهم اوعى تقول ان في مجموعة واحدة بس هي مسؤولة عن بناء المجتمع كل فرد منها داخل المجتمع مسؤول عن بناء المجتمع يتحمل مسؤولية بناء المجتمع انا وانتم انا وانتم يا شباب من هو بقى الفرد يا شباب ان هو انتم يا شباب انتم يا شباب انتم اصحاب الحلول والرؤى والاهداف والاستراتيجيات تهربوش تحدي ما فيش هروب ما فيش هروب انا بقول لكم سباعة اليمينة هوا وثلاثة هم وعد ووعيد انتم القادرين على بدء المسيرة لانكم شباب وفتوة واندك مؤفاق في المستقبل على بدء المسيرة والوصول بالمجتمعات الى بر الامان انتم فالحوا لانتم فلاحين حقول ومزارع الثمار المستقبل الذي تعدونه للأجيال القادمة المتعاقبة انتم يا شباب القادرين على رفع الوعي المجتمعي رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين لاعادة كتابة وصياغة تاريخ اممكم الذي كتبه لكم المرتزقة والمنافقين من الكتب المؤرخين والمؤجرين مفقين وثقفين انتم يا شباب انتم انتم بأمل كل امة انتم القادر المرتقبون لقيادة المجتمعات وتحقيق الامنيات والمحافظة على المقدرات ومن ثم حماية الاوطان شفت بقى انه الفرد الشاب انتم بالدرجة الاولى انتم اياه الشباب الذين استحملون مسئوليات عجزة عن حملها السماوات والارض والجبال وحملها الانسان وهو انا وانتم الجاهل كحالاتي بمجردات الامور والظالم كحالاتي لنفس لكنكم انتم يا شباب هم الفرد انتم الفرد القادر بإذن الله سبحانه وتعالى على احداث هذا البناء المجتمعي لقد استعردتم معكم ايها الشباب الصورة الواضحة لفريقين رأيتكم الفريق اللي حيبني وفريق اللي حيهد فريق يحافظ على مكتسبات الحاضر ليبني بها افاق المستقبل فاتتقدم مجتمعاتهم افاق تقدمات المجتمعات الاخرى ده الفريق الاول لهو في 18 خطوة و6 مكونات مجتمعية في الشخصية فريق ارحا يهد قلنا عليهم في 18 برضا خطوة داخل البناء النفسي زائد 8 اركان في الشخصية بتاعتهم ان وسائل بناء المجتمعات المدنية حديثة لن تسمعوا لن وتحت لن دي ويحت لن اللام وننج حدتوا مليون خط يسبب الله لكم الا من خلال اقامة البناءات المؤسسية المجتمعية المدنية الحديثة يعني شغلة عنتر وعبلة ده انتهى من زمان شغلة الفز انتهى من زمان لابد يكون في تخطيط لابد يكون ت consequences بالتواصل تكامل تفاهم الى من بناء OTT ان وسائل بناء المجتمعات المدنية الحديثة لن تقم إلا من خلال إقامة البناءات المؤسسية المге المدنية الحديثة داخل المناخات المجتمعية المتمتعة بالحريات المدنية المكفولة بحماية الحريات المواطنين هيحصل متضحيات كثيرة جدا هتروح فيها أرواح كثيرة جدا لأنه مفيش حلام من غير نار ومفيش إنجاز من غير عناء متضحيات بالوقت والجهد والمال والأرواح والأنفس وبشر الصابرين هناك ثابت راسخة لبناء المجتمعات ايه يا دي بقى ومنها أول حاجة وده مهم جدا اللي هو غائب عن كتير جدا في الأمة العربية الإسلامية رفع الوعي المجتمعي للمواطنين أصعب شيء ترفع الوعي أسهل شيء تدي شهادة وتقول أنا متعلم أنت مش تعلم أنت لا تعلم أنا لا أعلم أنا لا أفقى من علم عمل بعلمي ومن علم فقه ومن فقه حول هذا العلم لخدمة مجتمعية وحول هذا الإيمان لخدمة مجتمعية منقولش احنا مؤمنين من غير من ناخد المجتمع منقولش احنا مؤمنين من غير نكون قادرين على تغيير المجتمع وأخذوا من الضلال إلى الهداية أو للتخلف إلى التقدم أبداً أبداً الإيمان حركة وجود وحماية وبناء مجتمعي وليس ترانيم داخل مساجد أو كناس أو أضرحة أو معابد إلى آخره الإيمان حركة ديناميكية تحيي قلوب وأفئدة الخلاق كافة حتى غير بشر رفع درجة لو عن المجتمعية دا المواطنين بناء مؤسسات قلت مرة ومرة واتنين وخمسة وخمسمية وألف وانت حتقرفوا مني مئة نيوم مرة بناء مؤسسات المجتمعية المستقلة المدنية الحديثة مش معسكرة ومؤمنة دخل فيها العسكر والأمن ضاعت الدنيا خلاص المحافظة على الحريات المدنية المكفوة لمؤسسات المواطنين والاكتساب الحريات المدنية دي شيء مسهل لن تمنح لن تمنح إلا أن تكتسب وتستطيع الإنسان يكتسبها وانتزاع انتزاع من براث الثعالب والأفاعي والمحافظة على استقلال مؤسسات الدولة ومنع السلطات التنفيذية والأنظمة الشمولية من التغول عليها ده اللي هي ثوابت رسخة لبناء المجتمعات يا ربي يا ربي يا ربي النقطة الأخيها ودي مهمة جدا 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 ولا الشيخ ولا الأمير ولا الملك ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهور لا أبدا المواطن هو صاحب الوطن والمواطن هو صاحب الدولة وكل هؤلاء الذين ذكرتم اعتقادون أجورهم من ضرائب وملكية المواطن للدولة وللأيه والوطن نفسه ما هم إلا موظفين مدنيين تدفع أجورهم ورواتبهم من ضرائب ومقدرات المواطنين فهم أجراء لدى المواطنين كما أن رؤساء المؤسسات الخارية الإنسانية والاجتماعية أجراء لدى الفقراء فعليكم أيها الشباب أن تتعلموا فنون بناء المؤسسات المجتمعية الحرفية أو بحرفية بمعنى إيه؟ بمعنى كنت حرفي معني حينما تأتي لبناء المؤسسات المجتمعية التي ستبني بالتالي المجتمع أعلمكم يا شباب أن تعلموا أن الوطن ملك الجميع ليس لفصيل أو لشخص أو لزعيم أو لملك أو أبدا 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 حتى لو تفايق المتفايقون وتنخر المتنخرون فالوطن للجميع ملك الجميع هو أن التواصل والتعارف والتفاهم والتوافق والتنازل والتكامل والتحالف وبناء الشراكات بين المؤسسات المجتمعية ثابت أساسي للبناء المجتمعي كل هذه الأشياء استوابط أساسية في البناء المجتمعي لما ننزل للمقارنة بين المسيرتين خطوات البناء وخطوات الهد نجد أن خطوات البناء 18 خطوة منها 6 خطوات للفرد و 12 خطوة للمؤسسة زياد هناك 6 أركان أساسية لتكوين الشخصية المجتمعية البناء يبقى 18 خطوة للبناء و 6 أركان الشخصية المجتمعية القادرة على البناء المجتمعي ده الأولي وخطوات الهد 18 برد داخل أربعة مسارات نفسية فردية لأن النفس الأمارة بالسوق هي اللي بتدير هذا المشهد الهدام اللي احنا منجيبه في كل دولة من الدول دول بتدفع مليارات عشان تقتل شعوب وتسلم مقدرتها مليارات تدعي الدين وتدعي الخلق وتدعي الحريات إلى آخره أما أركان تكوين نفسي للشخصية الهدامة ثم 8 زي ما ذكرتهم يبقى هنا فيه 18 خطوة في الهد 18 خطوة في البناء و 6 أركان للشخصية البناء و 8 أركان للشخصية الهدامة قد ذكرت لكم أيها الشباب وسائل هدم المجتمعات لتحضروها فاحضروها أتوسل إليكم فاحضروها أتوسل إليكم فاحضروها إن الحضرات التي يبنيها المخلصين من أبناء الشعور كأمثالكم في آلاف السنين يهدمها الجهلاء والعملاء والخوانة المستفيدون من سرقة مقدرات الشعوب في الأشهر والسنون والحقب الزمنية قليلة نرى آثار تسرة كان فيه أنا في التوقر النهاردة كم عدد قطعة الآثار المسروقة من دولة كدولة مصر وموجودة في كل الدول العالم مئات الآلاف مئات الآلاف اللي لم تكن وصلت لمليون أو أكثر من الذي سرقها ده مش بس من مصر من مصر ومن عراق ومن اليمن ومن كل حتة ومن اليونان ومن إراء ودولة الفرنسية إلى آخر سرقات في دولة تدعي الحضارة والإنسانية والعلم والمعرفة وندخل نجد أن هذه الأشياء كلها مسروقة فحضروا يا شباب هد ما بناها الأسلاف لنزوة زعيم مصلحة فصيل أو رئة خائن عميل رؤيا خائن لوطنه وعميل لأعداء شعبه فكونوا أنتم أيها الشباب البناء ودعوا هؤلاء الشراث من القوم الذين يلعبون دور لها الدامون حتى وإن طال بكم الأجر فآجال الشعوب والمجتمعات لا تقاس بالأيام والأشهر والسنوات بل بالحقب والأجيال وأنتم أهلاً لهذا وعلم يا شباب أنه يريد أن يبني مجتمعاً مثلكم فسيبني جاهداً قواعد مؤسساته 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 في حقب وسنين وأن الذين يردون هدم الأمصار فسيهدمون مؤسساتها في شهور بسنين وهذا ما فعله الفروق رضي الله عنه عمر حينما بنى الدواوين منذ أكثر من أربعة عشر قرن التي أنشأت فيما بعد حضارات أنشأت خرجت من دمشق وخرجت من العراق وخرجت من أندلس وخرجت من تركيا وخرجت من موسط آسيا وخرجت من مصر إلى آخرين لأنه هو أول من أسس الدواوين يعني أول من أسس المؤسسات لجمع المعلومات وتصنفها ثم الاستفادة منها وهذا ما فعله في أقرد الله عنه عمر حينما بنى الدواوين منذ أكثر من أربعة عشر قرن من الزمان وهذا أيضا ما فعله من؟ أعداء الإنسانية من المغول وأصحاب محاكم التفتيش في أوروبا وفي أسبانيا حينما حرقوا العلم حرقوا 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 تلذذوا بحرق كتب العلم والمعرفة تلذذوا وإغراق كتب العلم والمعرفة حينما حرقوا العلم والمعرفة والدين ليس في حقب وسنين بل في شهور من سنين هؤلاء أعداء الإنسانية الذين ينبسون أرتدون مسوح موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام إلى آخر وشتان ما بين صناع المعرة كأمثالكم بنات حذقة كأمثالكم يجاهدون جهادا مريلا بأموالهم وأروحهم لبناء المجتمعات وغوغاء شررة رعاع مرقة يهدمون بجهلهم وسوء عملهم أمصار نمت بين ربعها حضارات ولن ينبت أنا أذكركم من حلقة لكم الله عن الرعاع دول كيف قتل أثمان رضي الله عنه أثمان دون نورين أثمان من المشترية من الجنة أثمان الذي تبرع لكذا وكذا وكذا أثمان صاحب القرآن وأثمان صاحب الحياء حينما كان يقول للرعاع للرعاع الغوغاء لما تقتلونني فلم أكن ثيب زاني ولم أكن قاتل لأحد ولم أكن خائن لدولة لما تقتلونني وهو صائم يقرأ القرآن ولكن الغوغاء الرعاع هاديم المجتمعات وهاديم الأمصار قتلوه شر قتله ورفض أن يجعل لأنصاره أن يدخلوا لكي لا تسال الدماء بين المسلمين بعضهم ومعهم وشتانا بين صناع مهرك أمثلكم بنات حذقة يجهدون جهادا مريرا بأموالهم وأرواحهم لبناء المجتمعات وغوغاء شررة رعاع مرقة يهدمون بجهلهم وسوء عملهم أمصار نمت بين ربعها حضارات ولن ينبت العلم والمعرفة والإيمان في صدورهم حتى حتى ينبت الزرع في سبخ الفلات عارفين السبخ للأرض الملحة حتى ينبت الزرع في سبخ الفلات الفلات للصحراء القرداء أو يلج الجمل في سم الخياط أو تصعد الخلائق إلى السماوات أو تمشي الملائكة في الطرقات أو يرى الملأ ربنا رب السماوات لن أبدا لهؤلاء الملقة الغوغاء الرعاع الشرر إن البناء إن البناء إنماء وإعلاء والهدم فيه إخفاض وإشقاء يا أيها الباني طل في البناء عمرا خلودا فيه للباني بعليائه ويا من هدمت جدارا كان قد بني فإنك لجحيم النار حصبا إن البناء إنماء وإعلاء والهدم فيه إخفاض وإشقاء يا أيها الباني طل في البناء عمرا طل في البناء عمرا طل في البناء عمرا خلودا فيه للباني بعليائه ويا من هدمت جدارا كان قد بني فإنك لجحيم النار عصبا جزاكم الله خير أخلف الله عليكم ورفع الله من قدركم ونفع الله بعلمكم المجتمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة